موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحافة نبدأ من صحيفة الأوبزيرفر التي نشرت تحليلا للكاتب حسن حسن حول ما سماها سياسة فرق تسد التي يتبعها تنظيم الدولة الإسلامية وأحكم من خلالها سيطرته على مساحة شاسعة في سوريا والعراق يقول الكاتب إن استراتيجية التنظيم المتشدد تقوم على إرسال المتطوعين والمجندين للجدد إلى خطوط القتال بينما تتفرغ القيادات إلى اللعب على أوتار المشكلات بين القبائل والخلافات التاريخية أو المذهبية أو العقائدية فيما بينها ويقول الكاتب إن أحد العوامل التي ستببت في اتساع رقعة مجال سيطرة التنظيم من شرق سوريا في منبج بحلب وعقير بات في حماه وحتى جلولاء بمحافظة ديالة العراقية أن بعض العناصر البارزة في التنظيم كانوا موجودين بالأساس بين القبائل منذ سنوات وهو ما جعلهم يجدون اللعب على خطوط الصدع والخلافات الداخلية بين القبائل ويقول الكاتب إن المنافسات القبلية والخلافات العقائدية جعلت العداوة بين تلك القبائل وبعضها أقوى من عدائها للتنظيم المتشدد وأكثر تعقيدا من أن تتحدى تلك الأطياف وتعلو على خلافاتها لتتصدى للسرطان الذي ينتشر في أوصال المنطقة في إشارة للتنظيم المتشدد وينه الكاتب مقاله بأن الاستراتيجية التي يتبعها التنظيم والخبرة الطويلة لعناصره في المنطقة تجباني على المجتمع الدولي أن يتبع استراتيجية موازية إلى جانب الضربات الجوية تنطلق من فهم تعقيدة المنطقة وتنوع واختلاط تركيبتها الديمغرافية هل تنجح أمريكا في الاستمرار في سياسة العصى والجزر مع طهران؟ في هذا السياق نشرت صحيفة الحياة بعنوان المفاوضات الإيرانية النووية أمريكا تحذر من بدائل رهيبة لفشل المفاوضات نووية مع إيران تقول الصحيفة أنها حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من بدائل رهيبة في حال الفشل في إبرام اتفاق نهائي مع إيران يطوي ملفها النووي لكنها حضت طهران على القيام بالخيار المناسب معتبرة أن الأخيرة ستتحمل مسؤولية هيارا محتمل للتسوية وتطرقت ويندي شيرمن مساعدة وزير القارجية الأمريكي للشؤون السياسية إلى المفاوضات التي تجريها إيران مع الدول الست المعنية بملفها النووي قائلة أحرزنا تقدما مهما في شأن نقاط كان التوافق عليها يبدو غير ممكن وتابعت نحض إيران على اتخاذ الخيار المناسب ونبقى مصممين على فعل ما يلزم لحماية أمن أمريكا وتحسين الآمال بالسلام والاستقرار في العالم وأشرت إلى أن الإدارة خرجت من تلك النقاشات بخناعة فحوها أن الدبلوماسية مع إيران تستحق المخاطرة محذرة من تصعيد من كل الأطراف إذا لم يبرم اتفاق النووي بحلول الرابع والعشرين من تشرين الثاني وزادت لهذا السبب أقول إن الرهانات مرتفعة جدا والبدائل رهيبة جدا انتشار الإسلام يحدث هلعا عند الأوروبيين فرانس فانكاتر نشرت بعنوان حزب الجبهة الوطنية الفرنسي يعلق عضوية أحد ناشطه بتهمة التبشير الإسلامي علاقة الجبهة الوطنية يمين متطرف الفرنسية مؤخرا عضوية أحد أعضائها في الحزب كان عتنق مؤخرا الإسلام آخذة عليه قيامه بالتبشير من خلال إرسال أشريطة فيديو عن الإسلام لكوادر في الجبهة الوطنية وقال جوردان بارديلا مسؤول منطقة ساندوني في الجبهة الوطنية إنما كينساس بوتي وهو عضو المجلس البلدي تم تعليق نشاطه مؤقتا وبحسب بارديلا فإن بوتي تجاوز الحدود من خلال سلوكه مضيفا الأمر لا علاقة له بديانته لكنه قام بالتبشير بشكل مباشر بإرسال فيديو يومجد الإسلام لقد تجاوز الدائرة الشخصية ونفى بوتي 22 عاما بشدة اتهمات حزبه وقال إنه أرسل هذا الفيديو ليفسر اعتناقه الإسلام وأضف أن الفيديو أرسل إلى عشرة كوادر أثناء عملية تبادل رسائل إلكترونية ويعرض معجزات علمية ذكر بعضها القرآن وأضف هذا الطالب في الحقوق الذي اعتنق الإسلام في تموز يوليو الماضي إذا أعدمي التفهم خياري أردت التوضيح وإظهر صورة أخرى عن هذا الدين الإسلام ليس الجهاد وقد يتعرض بوتي إلى الترضي من الجبهة الوطنية بعد تعليق نشاطه ويعرف هذا الحزب بمواقفه الرافضة للسياسات الحكومية الفرنسية بشأن الهجرة وتنديده بما يعتبره أسلمة فرنسا بعد الصنط على دمار حلب وحمص وريف دمشق وإدلب لماذا كوباني؟ موقع أخباري تركيا نشر مقالا لزعيد الحاج بعنوان لماذا كوباني جاء فيه؟ لماذا كوباني هي التي تحوز على الاهتمام السياسي والإعلامي الغربي؟ ولماذا تمارس كل هذه الضغوط على تركيا للتدخل فيها برا تحت تهديد التلويح ببطاقة دعم الإرهاب إن لم تفعل؟ المفارقة الطريفة وذات الدلالة أن الاسم الكردي الرمزي للمدينة كوباني طغى على اسمها الرسمي عن العرب في وسائل الإعلام وفي تصريحات السياسيين وكأنه نوعا من التعاطف والدعم للقوات الكردية المحاربة هناك في مفارقة لا تقل طرافة عن تسمية مدينة أغلب سكانها من الأكراد بعن العرب لماذا كل هذا التحذير من سقوطها بهد التنظيم وهزمة المجموعات الكردية هناك؟ حتى بعد تصريح وزير الخارجية الأمريكي الواضح بأنها يمكن أن تسقط وأنها ليست أولوية للتحالف ولا خطورة استراتيجية قد تأتي من خسارتها تحملنا هذه التساؤلات إلى أحد الاحتمالات التالية الأول أن يكون الأمر صرفا للأنظار نحو كوباني بينما يجري التحضير لترتيبات أخرى في أماكن متفرقة من سوريا والعراق والثاني أن يكون الأمر جزءا من صفقة مع أكراد سوريا تحديدا حزب الاتحاد الديمقراطي وقوات الحماية التابعة له ضمانا لتعاونهم وانضوائهم تحت لواء التحالف الثالث قد يكون الدعم الأمريكي لا محدود غير مرتبط بحدث آني وهو معركة عين العرب بل خيار استراتيجي يتعلق بدعم تأسيس دولة كردية في المنطقة بما يعني إنشاء حليف جديد مستدام للولايات المتحدة الأمريكية الموضوع هنا أمام علامات الاستفهام هو الرؤية الغربية الأحادية والمستهجنة والتي وصلت إلى حد التطابق مع هدوها المفترض إيران والتناقض مع حليفها الإقليمي تركيا وإمكانية التعاون مع سبب الأزمة الرئيس نظام الأسد وبالتالي يصبح السؤال المطروح لماذا كوباني مشروعا بي ربما واجبا محاولة للبحث عن جذور داعش يقوم بها الحبيب الأسود في العرب اللندنية التي نشرت بعنوان بين داعس وداعش رغم أن داعش هو اختصار لاسم الدولة الإسلامية في العراق والشام فإنما أنيت نفسي بالعثور في قوام سداد على فعل يوحي بأن داعش اسم لفاعله لكنني فشلت ففعل داعش يدعش داعش دعشا والمفعول به مدعوش غير موجود في لسان العربي بجميع تقلباته وإنما هناك فعل داعس ورغم أن السين تحتل مكان الشين فإن المعنى لا يبتعد كثيرا عن فعل داعش الذي ابتكرته وتعود لحقوق ملكيته يقول الكاتب فبحسب لسان العرب دعسه بالرمح يدعسه دعسا أي طعنه والمدعس الرمح يدعس به وقيل المدعس من الرماح الغليظ الشديد الذي لا ينثني وهذا يمكن تغيره دعشه بالسكين أو السيف يدعشه دعشا أي دبحه وقيل المدعش من البنادق الرشاشة ذات الأثر البالغ في الكمائن والهجمات وصاروخ مدعش والمداعش الحزام الناسف والمداعشة السيارة المفخخة والدعش القتل ذبحا ورميا بالرصاص وتفجيرا وسحلا وإلى حد الآن لم نبتعد كثيرا عن داعش والمداعشة خصوصا إذا كان الرجل دعيشا يسبي النساء ويبيعهن في سوق الجواري في ظل دولة الخلافة المشاعات بنور الحضارة الإنسانية ويقال أدعسه الحر أي قتله وأقول أدعشه التكفير أي دبحه ويقال أرض دعسة ومدعوسة أي سهلة وهي دعشة ومدعوشة بمعنى سهولتها للإرهاب والخرب وهكذا فإن الداعش لا يختلف عن الداعس وإن كان فعل دعسة من باطن اللغة وفعل دعشة من عندي جاء تجاوبا مع طبيعة الزمن المدعوش الذي نعيشه صحيفة الشرق الأوسط نشرت مقالا لسمير عطلة بعنوان كونيات الحزب الواحد جاء فيه قامت هذه الدنيا التي نعرفها على ثلاثة أنواع من الأنظمة الحزبان كما في أمريكا وبريطانيا والأحزاب المتعددة كما في فرنسا قبل عام 1958 أو في إيطاليا والحزب الواحد كما في الاتحاد السوفيتي ومجموعته أما العالم العربي فقد اختار النموذج السوفيتي كما في مصر وسوريا والعراق الحزب هو الذي يمنحك الخبز والموقع ودخور الجامعة والجيش ويطلب منك في المقابل أن تكون شرطيا في النهار وعسسا في الليل على جميع من حولك سقط الحزب الشيوعي في موسكو ودول الدائرة في فلكها مرة واحدة سقط الحزب الوطني في مصر وأسقط معه نظام مبارك وسقط حزب البعث في العراق وسقطت معه الدولة والبلد وانتهى الحزب القائد في سوريا لتظهر شتى أنواع الدول والجبهة والشبهة ألغى الحزب الواحد كل شكل من أشكال الحياة السياسية فكان البديل الطبيعي هذه الفوضى المدمرة والتي تسحق في طريقها الدول والأوطان وتبادد الشعوب وتضع الاستقلال العربي والسيادة والمصير في أيد خارجية معلنة نحن نشهد ثمر نصف قرن من ثقافة الغطرسة الواحدة والعجرفة الواحدة والإلغاء الواحد النظام العربي كان يرفض أن تطالبه بطريق فرعي لأنه مجغول في طريق فلسطين أو في إنقاذ العالم عبر نظرية كونية ثالثة في حين أن كل ما كان يريده المواطر العربي مدرسة يذهب إليها أبنائه ومستشفى لا تملأه الروائح والأوبئة وعملا يذهب إليه لم يفهم مرة لماذا تجرده فلسطين التي أحبها من الرغيف والعمل وحديقة عامة لأطفاله ولا فهم التعابير الكونية الطويلة المدغمة والتفاعل الاستطراضي في الفكر الانفراضي يقول العقاد القراءة وحدها هي التي تعطي الإنسان الواحد أكثر من حياة واحدة لأنها تزيد الحياة عمقا ولا تزيدها بمقدار الحساب في هذا السياق نشرت صحيفة العرب القطرية مقالا لمريم الدوسري بعنوان ربا مبلغ أوعى من سامع جأفي بطبع لست غيرة ولكن تعترين غيرة لا تضاهى وفضول لا يقارن من مشاهدة كل شخص يقرأ في مكان عام وأرى غيرة إيجابية تحفوز للقراءة والاقتداء بهؤلاء حيث أغبطهم على متعة القراءة المرتسمة على محياهم وهم يقرؤون غير أبهين بما يدر حولهم وجل تركيزهم على ما تقع عليه عينيهم في الكتاب غالبا هؤلاء القراء هم من الأجانب غير العرب الذين يستمتعون بصداقة كتبهم ويجلونها بل يتحينون الفرصة لانفراد بها في أفضل الزوايا ويخصصون لها وقتا مستقطعا من جدولهم اليومي للتحليق عاليا في عوالم أخرى بيد أن هنا تكمن الحقيقة المرة والمساة فليست الصعوبة أن نجد كتابا نقرأه بل الصعوبة باتت تكمن في إيجاد المتعة فيما نقرأ وأن نجد محتوى جديدا وذات جودة يطفي المتعة والتنوير لعقولنا بشكل يتوافق مع أحدث ما نشره صناع المعرفة في العالم وهذا ما نفتقده نوعا ما في كتبنا العربية في حين أن المجتمعات الغربية مجتمعات معرفية متجددة تقوم فيها صناعة المعرفة ولها سوق ولها مؤشرات ولها ثمن وأسعار وبها يكون استشعار لما يحدث في العالم لذا نجدها هي المتحكمة في مصادر المعرفة لأنهم يدركون تماما أن المعرفة تقوى والكتاب هو النور الذي يرشد إلى الحضارة فنجد لديهم خيارات لا تنتهي من إصدارات الكتب الجديدة التي تنعش الفكر وتصنع علامة فارقة في شخصية القارئ لعلي أجد نذر اليسير من التحديث المعرفي الذي أنشده عند بعض الكتاب العرب ونحمد الله أنهم بيننا فهناك من يغذي كتاباته بجديد المعرفة والثقافة وعلوم الساعة معتمدين في ذلك على رصدهم المعرفي الغني وأيضا قراءاتهم بلغات مختلفة لما ينشر في المجتمعات الغربية فقد تكون الترجمة أحد الحلول ولكنها لا تحل محل كاتب قرأ ووعى وقدم ما قرأ بصورة تخدم الفكرة التي يدعو إليها في معترض نصه فرب مبلغ أوعى من سامع يلتم شمل الأم وابنها بعدما يقارب الأربع سنوات ولكن أين؟ موقع كروناش ركاء نشر خبرا بعنوان أنظام يقتل أم أول شهيد في الثورة السورية توفيت نعمة العياش أم أول شهيد في الثورة السورية متأثرة بجراحها إذ سقوط برميل متفجر أمام منزلها في حي العباسية بمدينة درعا بحسب ما نقلته مصادر محلية والسيدة نعمة هي أم الشهيد حسام عياش الذي قتلت قوات نظام بالرصاص في الثامن عشر من مارس عام 2011 أثناء تفريق المتظاهرين الذين احتشدوا وسط المدينة فقد حصلت قوات نظام المستشفى الوطنية في مدينة درعا ذلك الوقت واحتجزت جثمان ابنها ولم تسلم جثة الشهيد حسام عياش لذويه وقتلت قوات الأمن يومها ثلاثة من شباب مدينة درعا وهم أيهم الحريري محمود قطيش الجوابرة مؤمن منذر المسالم بالإضافة إلى حسام عبدالوالي عياش وفي وقت لاحق أقام ناشطون سوريون مركزا للتوثيق أطلقوا عليه اسم مركز حسام عياش للتوثيق تكريما لأول شهداء الثورة السورية إنسان بلا شروط عنوان لمقال نشرته الدكتورة سماح دايا في جريدة عينب الذي تقول فيه التفاعل هو حيوية الحياة التفاعل من أجل العيش في وطن وفق التعايش بفرادة ذاتية حرة وبروح جمعية متعاونة فلا يمكن قطل الحرية الفردية بالتقليد ونسخ أنفسنا في الآخرين ولا يمكن تذويب الآخرين فينا أو محوهم من الوجود كما لا يمكن العيش بمفردنا بمنأن عن البشر ولا يمكن أن تموت ذاتنا في حم الجمع لنا في الطبيعة عبرة ومثال الطبيعة حولنا تسير على قانوم التنوهع والتطور وتوازنات التناغم ولمشم للاختلافات وأنت أيتها المرأة روح الطبيعة ففيك الخصم والتجديد وإنجاب الحياة والأجيال أنت القادرة على بناء التعايش ووطن الجميع لأنك المربية التي تتعهد الأفراد والأجيال بالرعاية والتنشئة الإنسان بين يديك والإنسان إنسان أينما كان ومن حيث أتى هو كامل الإنسانية بغض النظر عن أصله وعرقه ومذهبه وجنسه من حقه أن يحظى بكامل حقوقه الاجتماعية والمجتمعية والوطنية فابدأ بناء مجتمعك الجديد ببناء إنسانك وتعزيز مفهوم قبول الآخر المختلف والمشابه واحترام حقه الكامل في الوجود وشرط العيش الكريم أن قبول هو منطلق العصبية فرفض الآخر وكرهه تسويغ لظلمه وممارسة التمييز بحقه وتعالي على كرامته يؤدي إلى كوارث صحية تفتك بالمجتمع والإنسان وتهدد الأمن والسلم لعقود لكنك لن تعلم إنسانك تعايش التسويات الذليلة ولا تعايش الانكسار للقوي والانصياع للظالم وقبول الفسد إنه تعايش الإنسان بكرامة وعزة وحق فساعد إنسانك ليكون إنساناً بألا يفقد بصره ورؤيته بظلمية العصبية والعنصرية عندما لا يعترف بإنسانية الآخر ولا يساويها بإنسانيته ويصر على نوذ المختلف أو إقصاء البعيد عن فكره ومعتقده وقوميته بحجة الأفضلية والتفوق وشرعية الحقية لا أحد أفضل من أحد إلا بما ينجزه وبما يفعله ويقدمه للحياة والواقع والمجتمع والعالم من حوله فكرة المسئولية وإرادة الحرية هي رحيق التعايش تتمثل في موقف الإنسان من نفسه ومن الآخر المختلف ومن دوره وواجبه وحقه فله أن يمارس معتقداته وتقوصه وشعائره ولغته وفكره في محيطه ومجتمعه لكنه بالمقابل يحترم ممارسات الآخرين لمعتقداتهم وتقوصهم ضمن الصورة العامة التي اتفق عليها أبناء المجتمع الوطن يتجسد ويتموضع ويبقى بالتعايش والتعايش ثقافة وتربية إيمانك العميق أيتها المرأة بالتعايش العادل السلمي سيمنحك القدرة على إصلاح الذات التي تلطخت بالثأر والحقد والكره نتيجة الحرب وويلات الحرب وتشوهات النزاع الأهلي تخيل عالم بلا تعايش هل يمكن أن تترعرع فيه أجل طبيعية وأمة آمنة ناجحة؟ العنف والد الظلم والتطرف ليس أمامك لكي تحمل المستقبل إلى محطة الخلاص والنجاح سوى أن تعملي على بناء قيام الحرية والعدل وممارستها والانفتاح على الشركاء الآخرين في الوطن بيدك أنت أيتها المرأة تستطيع أن تنخض أمة عندما تصنعين التعايش السليم الخلاق الخالية من أي مكون فوقي أو إقصائي أو تحيزي أو عصبوي مشاهدين الكرام كن إنسانا أو مت وأنت تحاول بهذا ينتهي حديثنا للصحافة لهذا اليوم أشكر لكم حسن متابعتكم دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر